اعترفت المواثيق الدولية في المادة الثمانية بممارسة حق الإضراب للمطالبة في الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والحقوق الثقافية والأردن في الوافق على هذه المادة هذه النقطة وتعهدت هذه المادة بكفالة حق الممارسة الدموقراطية والإضراب هو ممارسة دموقراطية فيما يتعلق بالضبابية التي تفضلت بها فيما يتعلق بموضوع التشريع وأنت أستاذ في القانون تعلم جيدا أن الدستور يسمع على التشريع والمواثيق تسمع على التشريعات هذه النقطة واحدة في لجنة حقوق الإنسان في جينيف التي عقدت من تاريخ هذه اللجنة من 11 إلى 29 تشرين 2010 منذوب الأردن التزم بالحقوق والمواثيق الدولية صحيح أن هناك النص الميثاق الدولي يقول هذه الممارسات الدموقراطية شرطت أن لا تتناقض أو أن لا تتعارض مع المصلحة الوطنية لكن ومن هنا جاءت الضبابية عند المشاريع أنا لا أريد أن أدخل في هذا التخصص وهذا شأنكم ولكم تحترم القانون يحترم والقانون جاء لتنظيم العلاقات لكن وافق منذوب الأردن ووقع على هذه المادة وصادق عليها بأن تعلو المواثيق الدولية فيما يتعلق بالممارسة الإضراب هذه النقطة الآن أنا لا أريد أن أدخل في مفهوم التخصصية وقضية المرفق الحيوي المكان لا يكون حيويين إلا بساكنين والمضربون هم في المكان ساكنين سيدي هذه قضية القضية الثانية فيما يتعلق بقضية التوقف الجمعي عن العمل هو كما تفضلت حضرتك أنه هو توقف لأجل مطلب اقتصادي أو مطلب اجتماعي أو مطلب ثقافي أنا مشكلتي في نقابة المعلمين مع أن الحكومة لا تريد أن تعترف أن ليه مطلب اجتماعي وليه مطلب اقتصادي وليه مطلب ثقافي وليه مطلب إنساني هذه قضيتي الآن هي التي دفعت الحكومة أزمت من خلال موقفها وما يحدث ومن خلال تهميش لفئة تعاد 140 ألف أنا لا أقول 140 ألف يا سيدي هم يشكلوا ثلاث مليون من الطلبة من المعلمين وعوائلهم شكلنا ثلاث مليون أو ربما يزيد أو ربما ينقص لماذا تهمش هذا الحق للمعلمين قضية قضية ثانية قبل قليل حضرتك أنه قلت أنه الشق الثاني من هذه المقابلة يتحدث عن رواتب العدالة في الرواتب الآن بدي أربط في قضية لماذا يسمح أحلال على بلابيله الدو حرام للطير من كل جنسي أو أحرام على بلابيله الدو حلال للطير من كل جنسي تمام؟ معنش بدي أستشهد في البيت بعيده أحرام على بلابيله الدو حلال للطير من كل جنسي لماذا لا يتم الاعتراض على إضراب الأطباء؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر